أدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن يساء الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا صلاة عيد الفطر المبارك وذلك في مسجد قصر الاسخير كما أدى الصلاة بمعية جلالته صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأصحاب السمو الأنجال الكرام وكبار أفراد العائلة الملكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وعدد من الحضور استمع حضرة صاحب الجلالة والحضور إلى خطبة صلاة العيدة التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية والذي استهلها بالحمل والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وفضله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتحدث فضيلته عن المعاني السامية والعظيمة لعيد الفطر المبارك التي تتجلى فيها قيم الأخوة والمودة والتراحم والتكافل مبتهلا إلى المولى جل جلاله في هذا اليوم المبارك بأن يحفظ عاهل البلاد المعظم ويرعاه ويسدد خطاء ويفقه لما يحبه ويرضاه وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته بدوم الصحة والسعادة ومفور العافية وطول العمر وعلى شعب البحرين الكريم بالخير والمسرات وأن يحفظ مملكة البحرين ويجعلها بلدا آمنا مطمئنا ويديم عليها الرخاء والازدهار والاستقرار تحت قيادة جلالته الحكيمة وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وطاعاتهم الصلاة قائمة الصلاة جامعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة أشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين والناصح المبين رحمة الله للعالمين وحجته على الخلق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله عباد الله عباد الله عباد الله وأنجاله 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 وذرياتهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وتقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال وبعد انتهاء الصلاة بدل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعا مع الحضور التهني والتبركات بعيد الفطر السعيد شاكرا تهنيهم وتمنياتهم الطيبة وأن جلالته شعب البحرين الكريم بعيد الفطر المبارك سائلا الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد هذه المناسبة العثرة على مملكة البحرين وأبنائها الكرام بوافر الخير واليمن والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة ورفع الحضور خالص التهني وأطيب التبركات إلى جلالة العاهل المعظم بهذه المناسبة المباركة دعين البال جلت قدرته أن يعيدها على جلالته أعواما عديدة بمفور الصحة والسعادة ودوام العافية والعمر المديد وأن يوفق جلالته ويسدد خطاء لمواصلة قيادة مسيلة النهضة المباركة لتعزيز مكتسبات الوطن وإنجازاته الحضرية موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم للقناة